بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا نسأل الله جل وعلا أيجعلنا وإياكم في هذه الأيام المباركة من الفائزين برضوانه اللهم أمين يا رب العالمين يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة العشر الأول من ذي الحجة قال العلماء أن نهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان ليه؟ لأن فيها يوم عرفة وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة ليه؟ لأن فيها ليلة القدر يعني لو عملنا مقرنة بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ قالوا العلماء نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان ليه؟ لأن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يوم مبارك ونزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طب وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة ليه؟ لأن فيها ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يبقى ناخد بالنا إن ربنا لا يقسم إلا بعظيم لعظم هذه الأيام أقسم بها والفجر وليال عشر هنيئا لمن لبس الإحرام في هذه الأيام هنيئا لمن ذهب لحج بيت الله الحرام هنيئا لمن طاف بالكعبة المشرفة وسعى بين الصفى والمروة هنيئا لمن وقف بعرفة وبات بمنى ورمى الجمرات هنيئا ثم هنيئا لوفد الله من الحجاج والمعتمرين هنيئا لهم الزيارة وتقبل الله منهم الحج والعمرة أيام مباركة قال عنها صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر فالصحابة بيسألوا سيدنا النبي عن كل حاجة قالوا ولا الجهاد يا رسول الله طيب الجهاد في سبيل قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تتقلب فيها في بسات رضى الله ما بين صلاة وذكر وقرآن وصيام وقيام وصدقة وإنفاق إلى آخره نعمل في هذه الأيام أروح فاصل وارقع لكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله رجعنا لكم تاني ولسه نتكلم عن أيام العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام المباركة كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها ويحرص على قيامها ويحرص على العمل الصالح فيها إيه الخطة لنعملها يا عم الشيخ في هذه الأيام كيف نستقبل العشر الأول من ذي الحجة أو الحاجة؟ بالتوبة بالأوبة بالإنابة بالعودة بالرجوع إلى الله أتوب من إيدنا بصلي وصوم وزكي وأحق كل سنة توب جدد التوبة لأن تجديد التوبة توبة تجديد التوبة أوبة رجوع إلى الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهال ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها استغفر توب إلى الله وعد إليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استقبل هذه الأيام المباركة بالتوبة من تاب تاب الله عليه إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طالما الروح لم تصل إلى الحلقوم ربنا هي توب عليك بس انت توب ثم تاب عليهم ليتوبوا يبقى أول حاجة نبدأها بالتوبة نبدأ هذه الأيام المباركة بالصيام كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشراء ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم التسعة من ذي الحجة وكان يوصي الصحابة أن يكثروا من العبادة فيها زي ما قلت أبل الفاصل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الصيام توبة الصيام الذكر الإنسان يكثر من الذكر في هذه الأيام خصوصا التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلي على سيدنا النبي عميلا كورد من الصلاة على سيدنا رسول الله كل يوم في أيام العشر من ذي الحجة استغفر وبالأسحار هم يستغفرون أم أبل الفجر بساعة صلي ركعتين واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وفي هذا الوقت المبرك وقت السحر تسحر فإن في السحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم صيام بالنهار وقيام بالليل تهجد بين يدي الله جل وعلا الاستغفار بالأسحار ركعتين بدمعتين في آخر الليل يقضي الله لك بها الحوائج نامت العيون وهجعت الجفون وسبحان الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى بينديك بالليل هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داعٍ؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ نادى وقد نازل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائلا كرم ينهلك الديم إلي يولي وعن غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم صل الفجر جماعة في المسجد واجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحى اللي يعمل كذا من جلس في مصلاة من بعد الفجر حتى يصل الضحى فله أجر حجة وعمرة تامة تامة لك ثواب حجة وعمرة لو عملت هذا وجلست في المصلاة إلى طلوع الشمس ثم صليت الضحى كذلك احرص في هذه الأيام المباركة على الإنفاق على الصدقة أدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين فأسعدوا الناس من أسعد الناس فرج الكربات عن الناس في هذه الأيام كان هارون الرشيد يحج سنة ويتصدقوا بنفقة الحج سنة شوف الناس اللي محتاجا سعدهم شوف الأرامل شوف اليتامة شوف اللي عليه ديون العيد داخل على الناس وسع على الناس في هذه الأيام عشان ربنا يوسى عليك فرج الكربات عن الناس عشان ربنا يفرج عنك قربات الدنيا والآخرة من نفس عن مؤمن قربة من قربات الدنيا نفس الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أيام مباركة نقبل فيها على الله جل وعلا زي ما قلت بالصيام بالقيام بالنفقة بالذكر بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير بالاستغفار بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج القروبات عن الناس بالجلوس في المصلة ما بين الفجر لصلاة الضحى بالصيام كل دي أعمال خير نقبل على الله جل وعلا بهذه الأعمال نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين هروح فاصل وأرجع لحضراتك تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني وجينا للفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين سؤال ورد إلينا يقول فيه أحد المشاهدين هل يشترط صيام الأيام التسع كاملة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد إن الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله أن العمل الصالح فيها محبب إلى الله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من يوم واحد ليوم عشر ذي الحجة يوم العيد بتفطر وبتنحر الأضحية أو بتذبح الأضحية أو الحجاج بينحر الهادي طيب أنا يا عم الشيخ ممكن أصوم اتنين وخميس أو ممكن أصوم يوم عرفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو تقدر تصوم من واحد لتسعة هذا خير وبركة إن لم تستطع صم ما استطعت أن تصوم ما يتيسر لك اتنين وخميس أو يوم عرفة لأن النبي سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية على الأقل لا تترك صيام يوم عرفة واحد مريض واحد تعبان بتقدرش تصوم اللي يوم عرفة احرص على صيامه لأن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله إلا للحجاج يقرى صيام يوم عرفة للحجيج ليه؟ عشان يقدر يتقوى على العبادة وهو في الحج لأن الحج مشقة عشان يتفرغ للعبادة وللطاعة وللذكر وللدعاء في يوم عرفة لا يصوم هذا اليوم إنما الذين لم يسر الله لهم الحج يصوم هذا اليوم المبارك يبقى لا يشترط أبدا صيام التسع من ذي الحجة ما استطعت أن تصوم منها فصم تقدر تصوم التسعة كاملة خلو بركة ما تقدرش تصومها كاملة صم تلتة أيام صم الاثنين والخميس صم يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما يوم واحد في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا يوم في سبيل الله الصيام ربنا يباعد بينك وبين النار سبعين سنة يبقى الإنسان يحرص على صيام هذه الأيام إن كان مستطيعا لو هو مريض أو مسافر خلاص ما يصومش الأيام دي إنما لو يقدر يصوم الأفضل أن يصوم لأنها أيام خير وبركة وأما عن يوم عرفة فاحرص على صيامه لأن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية سؤال تاني جنة بيقول لماذا الذي يضحي وهو ليس بين الحجاج لا يحلق شعر رأسه ولا لحيته ولا أظافره أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسدد والرشد أن من السنة أن من أراد الأضحية لما يجي يوم واحد ذي الحج من الفج خلاص لا يأخذ شيء لمن شعر رأسه ولا من لحيته ولا من أظافره ليه عم الشيخ تشبها بالحجاج نقول له تشبه بحجاج بيت الله الحرام لأن المحرم لا يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من أظافره فبنقول لك تشبه بالحجاج سنة طيب عم الشيخ لو أنا أخذت شيء من شعر رأسي أو لحياتي أنا أعمل في مكان ولازم أحلق أو لازم أقلم أظافري أو شعر لحياتي أو أهذبها أو أقصر شعري ليس عليك شيء لأن الأمر على سبيل الند بتشبها بالحجيج ومن فعله وأخذ شيئا من شعر رأسه أو لحياته أو أظافره فلا شيء عليه والله أعلم نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعل هذه الأيام المباركة شاهدة لنا لا علينا لأنها من الأشهر الحرم ومن الأيام الحرم وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام اللهم آمين وصلى الله على الهادي الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته